السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلاب دلوقتي هنتكلم على محاضرة الانتيتبريسنس ايجنس الدراجز بروفيسور مجلع عبد المجيد محمد بروفيسور اوف سايكاتريك نيرسينج هنتكلم على اللي هو الانتيتبريسنس بكل انواحها سواء كانت اللي هي القديم منها او الجديد طبعا معروف ان اللي هما الانتيتبريسنس دراج يعني كانتروداكشن من التكلم على الـ how to using of this medication ان هي تستخدم اصلا لايه بالظبط يعني تستخدم ان هما البيشنس سوفرنج فروم ديبريشن اللي هما بيبقوا كمان ناتج ان بديهم ليه انا الـ او بديهم ليه الانتيتبريسنس اس اول بديهم لهم علشان خاطر مرضى دول زي ما احنا خدنا في السايكو بيولوجي ان هما بيبقوا عندهم في السيروتونين في السايكو بيولوجي فاحنا طبعا بنيدي الانتيتبريسنس عشان تعلي شوية الـ بالنسبة للدبريسنس بالنسبة للدبريسنس بنتكلم على الـ الـ الفرست بيشمل حاجتين بيشمل و المونو امينو اكسيديز انهيبتور الساكند بنكلم على سيليكتف سيروتيني رابتيك انهيبتورز سيرد جينوريشن اللي هو حاجات الدراجز اللي هي دلوقتي بنقول عليها اللي هي سيروتونيني رابتيك انهيبتورز فالعه نتناول واحدة واحدة اللي هي تناول كل واحدة على حدا منسبة لتريسيكي 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 لاتدرسيات بنقول اني اللي عدرينين نفصليني سيروتونين بحطة من نفصلعات تريسيكي لتريسيكي لتريسيكي أجنس بعض كبير منتقدم لوضعات of noradrenaline and serotonine back into their nerve cells. This prongs, they are more high lightening effect of any released noradrenaline and serotonine and in this way, help to relieve depression. طيب, لما تكلم على tricyclic, دي بنقول إيه هي what is the indications of tricyclic? أكتر حاجة ما هم تكلم على في الآن في هذا البعض الأخر تسبب embribe الحمراء قبل صغاط في الأنساء ثانيا كمان في حالات الاتنشان ديفيسات هايبر اكتيفتي تس أوردر وانيوريسات في أطفال الأطفال اللي هم الأطفال اللي عندهم تشتت في الانتباه والحركة ويبقى فيه كسرة في الحركة وانيوريسات بنسبة لهؤلاء الأطفال أو الأدوليسات يعني سكيزو أفكتيف ديس أوردر اللي هي بالقول الحالات اللي هي سكيزوفرينيا بتبقى associated with symptoms of depression chronic pain for example migraine, tension, headache, diabetic neuropathy and post-herbatic neurologia دي كانت بالنسبة للإنديكيشن of tricyclic لو تكلمنا على contraindication اللي نحن يقول إمتى أنا مديش tricyclic دي في حالات إيه؟ لما يبقى فيه high burn sensitivity reaction of this medication لما يبقى فيه impaired liver or renal function مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلا لما يبقى فيه acute recovery phase in mycardia infarction لما يبقى فيه حالات respiratory disorder فحالات اللي هي مشاكل اللي هي مشاكل التنفس واحد عنده أو عنده التهاب رقوي أو عنده مشاكل في التنفس أو عنده hyper tension مشاكل في circulatory system أو عنده hyper syrodism مشاكل في الغضة الدراقية أو جلوكومة أو diabetes mellitus أو urinary retention or obstruction and benign prostatic hybrotrophy طيب لما المريض هنا بياخد tricyclic medication بيصهر عليه بعض side effect من drugs مش عايز أقول ان كل side effect اللي انا هتكلم عليها دي هي كل الحاجة دي كل بتجيله لكن ممكن يجيله واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو اطفر أو ممكن ما يجلوش خالص لكن هم نقول ان في side effect بتبقى نتجة من using of medication زي مثلا اول واحدة اللي هي mild anticholinergic effect دي بقى ممكن المريض هنا بيعاني من مثلا من dry mouse لايه على طول حاسس بجفاف عايز على طول متلهف في المياه عند blood division constipation paralytic alias urinary retention the expiration of narrow angle glaucoma كمان مش بس كده ده ممكن تأثر كمان على cardio vascular effect اللي هو ممكن تعمل increase heart rate arrhythmia low blood pressure which can cause light headings ممكن كمان بتأثر على central nervous system بيبقى فيه symptom زي مثلا dizziness, drowsiness, headache, tremors, seizures particularly with mebrolyteline disorientation or confusion agitation and irritability ممكن يعمل mania and psychosis في التأثير بقى على endocrine and sexual effects ممكن يعمل impotence, galacteria, amenorrhea, increase appetite with gain, ejaculatory dysfunction and delayed orgasm and low sex drive in men ممكن كمان بالتراي سايكليك دي ممكن تعمل allergic reaction زي skin rash or skin eruption فيه هنا بنقول حالات التراي سايكليك دي discontinuation symptom syndrome symptoms include anxiety, insomnia, headache, nausea, malaise or motor disturbance طب ايه هي الدراكزي دي زي ايه تراي سايكليك ميديكيشن انا هنا يهمني انتو كطلبة undergraduate ان انا اعرف التريد نيم عن الجينيريك نيم طبعا كل التراي سايكليك ميديكيشن بتتاخد oral احنا بتكلم عنها يعني مفروض انت تعرفوا اللي هي كل الادوية دي اللي هي تريد نيم معظمها زي مثلا هنتكلم في كل واحدة وليها الدوز بتاعتها زي مثلا الافيل والاسينادين والانافرانيل والنوربرامين دولة بيتاخدوا اورول من 75 إلى 300 ميلي جرام فيه بعد كده اللي هو الاديبين والسينكوين والتوفرانيل والبيومولار والافنتيل والفيفاكتيل وسورمانتيل وليس انا الافيه اللي هي ادابين والسينكوين والتوفرانيل بيبقى من 75 إلى 300 ميلي جرام البيمولار والافنتيل والفيفاكتيل وسورمانتيل ده بيبقى من 40 إلى 100 ميلي جرام وطبعا زي ما اتفقنا في الاول انه هو كل التابليت بتأخد اورول ده كان بالنسبة لي اللي هو تريسايكليك ميديكيشن لكن نجي باقي النوع اللي هو برضو النوع التاني الهولمونوأماني الأكسديس انهيبتور اللي هو بنقول عليه ماو ديبت not first-line drugs because patients who receive them must adhere to a low triamindite to prevent hypertensive crisis and because ماو carry greater drug interaction risk than do other medications as with certain analgesics ماو should be used when other treatments failed or contraindicated. يعني عايزة قول هنا ايه عايزة قول ان الماو هنا بتيستخدموها لما other medication او other treatment زي tricyclic او serotonin ربديك انهيبتور ما بيبقاش انهاية failed او من هي ما عاطتش نفس الـ effect او كانت failed انها لكن انا بدي الماو في حالات الحالات اللي مايبقى في other medication must be failed او كانت contraindicated طيب زي ايه الماو دي او المونوامينو جيس انهيبتور زي البرانيت والمار بلان والنورديل طيب في حاجة مهمة قوي في المونوامينو اوكسيديس انهيبتور اللي هي ايه بقى اللي هي ان احنا لازم ناخد بالنا من التريتمنتز او المدكيشنز او الفيدنج او الضيت اللي هي ممكن تحتوي على مادة الترايمين ليه لان لو فيه مثلا بعض المدكيشنز او بعض مثلا الـ بيبقى فيها مادة الترايمين ممكن تؤدي الى هايبرتنسف كرايزز وحنقول حنقول دلوقتي ايه هما الساينز او هايبرتنسف كرايزز فمنقول ايه زي ايه بالزبط هنا زي ايه زي مسلا الشيز البير الوين الميت الفيش الياست دي كلها بعض الاطعامة يعني مسلا زي السجوء والسوسيس والحاجات اللي هي اللحوم المصنعة لو نبصينا مسلا الكبدة زي مسلا الكبدة بتاعة الفراخ او الحاجات دي ممكن البيرة الالكوحل اه الناس اللي هي بتستخدم مثلا الجبن اللي هي الجبن الموتزريلا والجبن المبوخة او الجبن اللي هي مثلا بتفيه بعض انواع الجبن الانواع مثلا الفيش اللي هي زي مثلا السردين او الحاجات اللي هي المعلبة السردين والرنجا والحاجات دي هاي كلها ممكن ان هي برضو بيجقى فيها مادة التريامين تمام طيب دي لما الاكل ده او الالكوحول او بعض الحاجات اللي هي فيها تريمين هي بتتاخد بتعمل ايه؟ بتعمل يعني كلها بتأثر على الانتستاين الول والليفر تمام؟ فبعد كده لما بتأثر عليها فده بيؤدي الى زهور ايه بقى؟ الهايبرتنسف كرايسز والسي في ايه والميديكال اميرجنسي طبعا اهم واحدة اللي هي زي المربع الكبير الاصفر ده اللي هو الهايبرتنسف كرايسز واحنا نقول ايه هي سايد افكت اللي هي الساينز اوفهايبرتنسف كرايسز زي ما احنا شايفين كده ممكن المريض هنا بيعاني من سيفير هيدك، سور نيك، فيفر بلاه في هايبر سيرميا طبعا ممكن الحرارة ارتفع تبقى اكتر من اربعين لفوق سيفير نازل بليدنج، فلاش دي فيس، كول دي كال اوف هاند، شيست بين، ممكن بفي تاكي كارديا، هايبرتنشن، ستروك، كوما، ديس ننجي بقى للنوع التاني اللي هو سيليكتف سيريوتونين ربتيك انهيبتورز، اللي هو الس اس آر اي اس، منقول ان الميديكيشن زي دي بانكريز، اللي هو سيريوتونين يعني هي بتحاول احنا في الاول في البداية قلنا ان انا بدل انتدبريسان عشان خاطر السيريوتونين والنور ادرنانين كلهم بيبقوا ايه في اللو ليفل، فانا بحاول بدل اس اس آر اي اس دي ميديكيشن، انكريز اللي هو سيريوتونين، انزا برينسل باي بلوكين جروبتيك، اوف سيريوتونين، اذا برينسل انتركنيز الليسل لا على زرد النور سيريوتونين among instructionalUs Programmmals للس هو الس لنا , اي اس دي، قال اي اس دي بتبقى ميديكيشن في حالات الدبريزن وحالات ديسيميا بحالات الأنسآتيك في حالات بسريوتونين ديسوا، خاصة في حالات والبانيك ديسوا، والبانيك ديس ار او ديس Panel فحالات الشيء الكرونيك بين والأيتيج ديسوردر وغباسترينيز تمنزل في حالات الابتنشن ديفيس وتهايبير اكتيف تيص ايبر concluded فحالات البريميسترال دسفوريك ديسفونيك ديسوردر في حالات الايفكتف اس انتيفوبيك اندي اوبسيشن ده بالنسبة للإنديش الكونتر انديكيشن أنا بديش الاس اس آر اي اس في حالات ايه لما تتاخد مع المونوامينو اوكسديس انهيبتور يعني أنا بستخدمش التو دراجز مع بعضهم عشان ما يحصلش ايه هايبرتنسف كرايسيس خلي بلنا من دي في حالات السيجريت سموكينج اند الكوهوليزم في حالات التريبتوفان اند ليسيوم طيب ايسا افكت بقى اللي ممكن تحصل نتيجة ان الواحد بياخد اللي هو الس اس ار اي اس اول حاجة فيه اللي هي سيروتونين سندروم او منفستيشن اوف سيروتونين بنقول ارير هي بتبع ارير بات لايف ستريتنين ادفيرس ري اكشن اه انهي بتعمل انهي ممكن ندوفل بامتا لما البلاد ليفل اوف سيروتونين ايليفيتد او اتس اكير وان زيريز ان ادكويت ووز وش او بيروت بتوين تيكينج الماو ان الس اس ار اس او وين الماو كومبايند ووز امبريتين زي السمتم دي زي ممكن يحصل اتشانج في المنتال ستات الانكزايتي والاجيتيشن واند ديسوريانتا تشان في حالات الانيورو مسكولر اكسايتمين المسل الرجيتي تريمور ويكنس سلوكش بيوكووكووزUشفرين المسل براليسيس كارديا كولابس اندس ممكن يبقى فيه اوتوني مكاوبناتوى اللي هي الهايبر سرميا تاكيكوردية تاكابنية هايبر ساليفيشن وليفوريسيس لاني حاجة ممكن تأثر على السنترال نيرف السيستم يعني ممكن ماشي انت هنا يبقى عنده أجيتيشن يبقى عنده تريمور هيدك نيرفسنس أجيتيشن أو رستيليسنس يبقى فيه دروزنس ديزنس إنسومنية فيه دريمز نايتميرز سيزور إلكترولايته أند غلوكوز ديستوربنس اندوكراين أند ألورجيك راكشن فيه كمان ممكن يحصل إنهاي بتأثر على جي اي تي والجاستوران ستاينال تراكت اللي هي بيبقى فيه انروكسيا ونيوزيا وفومتينج وكونيستيباشن أو دياريه دريموس اند سروت فيه ممكن برضو تعمل مانيبستيشنز على السيكشوال افكت إنهاي ممكن تعمل انهيباشن أو سيكشوال أورجازم اندو روزوال ليبقى فيه ديكريز اوف ليبيدو يعني من هو فيه اي دزاير او اي دزاير فور سيكشوال انتراكتين ايه هي الموست كومن دراجز اللي هي اس اس آر اي اس اللي هي احنا برضو بهمني ان انا اعرف اكتريب نيم عن الجينيريجنز زي ما قلنا زي مثلا البروزاك بيبقى من 20 ل80 ميلي جرام برضو أورر البكسيل بيبقى من 20 ل60 ميلي جرام الزولفيت واللوسترال وسيريالين واسنترا وده بيبقى من 50 ل300 ميلي جرام فيه اللوفاكس وفيفارين وفيفرين وفيه وكسيل وموفاكس اوكسيلات لوبريكسو وسبراليكس وسبراليكس سوبراليكس واسورستيا وفيه بريليجي وفيه اللي هي سيريالكسا وسبراميل وسبرام يعني دول احاول ان انا برضو يعني اهم حاجة اللي هما النوعية اللي هيا الاخرانين دولا اللي هيا البرليجي وسريليكسيا وسيبرامير وسيبرام دولا ادوية جديدة يعني لكن اللي فوق بلاقيهم اللي هما ادوية معروفة كان من الاول فعشان كده مش بحطوط الدوز بتاعتهم قدي ايه يعني الاخر حاجة وصلنا لها بقى اللي هيا سريتونين اللي هو سير دي جنريشن بقى اللي هو سريتونين نور ابنيفرين ربطيك انهيبتورز اللي هي S-N-R-I-S دي بتبقى وحزا قلنا اللي هي حاجة بتبقى نوفل او حاجة بتبقى افيدنس يعني نيو فورمو اف انت دي بريسانت ذات وورك ان بوس نور ابنيفرين اند 5-H-T المست كومن دراجز اللي هي بالنسبة ال-S-R-I-S ال-S-N-R-I-S اللي هي البرستيج والسيمبلاتا والاكسيل والايفوكسور طب الميكانيزمو فان اكشن بقى بتحب تعمل ايه ان هي انترفير وز ربطيك براسس اوف سيرتونين اند نور ابنيفرين الربطيك process would prolong the effect of the neurotransmitter on the post-synaptic neuron changing the balance of serotonin and norepinephrine would help the brain cells send and receive messages therefore boosting the mood that also main reason why these types of medications are called down-reptic inhibitors بالنسبة ال-Side effect of S-N-R-I-S انها ممكن تعمل نيوزيا dry mouth او constipation ممكن تعمل dizziness insomnia numbness sleeveness increase blood pressure excessive sweating ممكن تعمل tremor و headache and agitation ممكن تعمل muscle weakness طيب دلوقتي احما كده خلصنا اللي هي دراجز كلها اس اول طب انا دلوقتي كنورس او psychiatric nurse how to be intervened with patients receiving of anti-depressants medication هنا nursing intervention بالنسبة ال-Side effect of anti-depressants as a whole يعني مثلا ال-Patient suffering from dry mouth اعمل ايه انا كنورس لانما في ال-Provider client with sugarless candy eyes instruct the client to frequent sips of water ensures that client practice strict oral hygiene طب لو ال-Patient هنا suffering from blurring of vision هعملو ايه؟ لازم advise patient here or client not to drive a car until vision clear clear the small items from busway to prevent the fields explain that the symptoms will subside after few weeks يعني لما مفروض ان انا اقول للpatient ان الاعراض دي هتعرض لك شوات اسابيع وبعدين هتختفي يعني ما تخافش ممكن المريض هنا لو كان عنده constipation هعملو ايه؟ انا انا نفسي هنا انهنا order the food high in fibers encourage the increase physical activity سيخالي يتحرك كتير if not contraindicated لكن لو هو contraindicated الحرك ما يتحرك فان انا اديله حاجات تسهله مثلا constipation encourage the increase fluid intake كمان بيعاني المريض من urinary retention instructive connect to report any difficulty of urination monitor الانتاك والاوتبط various methods to stimulate the urination may be to ride to as water in the past يعني هو جاستن هو بيسمع listening to water sound ممكن دا بيخليه ان هو تبير يورينيت بعدك في ممكن لو هو بيعاني من orthostatic hypotension on the street instructive connect to raise slowly from lying or setting position انه المفروض ان الاسمال هنا لو بياخد entity presence ومفروض ان انا اقول له ان هو مايقومش بسرعة من ع السرير لا يقوم يقعد وبعدين ينزل رجليه وبعدين يبتدي يقف وبعدين يبتدي يمشي مايقومش مرة واحدة علشان دا ممكن يعملو انخفاض في الضغط المفاجئ اليهيال orthostatic hypotension او هبوط حد للدورة الدموية monitor blood pressure before giving medication each shift document and report significant changes avoid long hot shower or tube passes لهو بيعاني من tachycardia او arrhythmia المفروض ان انا بعمل monitor blood pressure والpulse and rhythm لهو بيعاني من اليوزة والvomiting المفروض ان انا بديله العلاج هنا medication be taken with food او صعب يقوله after food to minimize the gastrointestinal to track the stress لو هو بيعاني من insomnia and agitation take those early in day بديله للجرعة بدر شوية avoid الكافيين containing food and drinks teach the relaxation techniques to use before bedtime طبعا ممكن يعاني البشن زي ما قلنا قبل كده في side effect انه ممكن تعمله weight gain يعني وزنه زيت شوية فالمفروض انه بعمله weight climate everyday order the calorie controlled diet provide the opportunity for physical activity ممكن كمان يتعرض لحاجه اسمها photosensitivity reaction انه هو مسلا تعرض لجو مسلا او لعشاعة الشمس او لدوق فممكن يعمله بتبقى فيه batches ممكن تظهر على الجلد بتاعه فعشان كده انشور زيت كلاينت wear protective sunscreen closes and sunglasses while outdoors خاصة انه بيبقى ايه برا الشارع او رايح شغله او او كيه كذا ممكن كمان بيحصل عملية sedation انه هو بيبقى حاسس انه هو كأنه واحد كأنه واخد مخدر فعشان كده give drug at bedtime بتدهوله فوقت انه هو جاي يروح ينام instruct the client not to drive or use a dangerous machine while experiencing sedation thank you very much شكرا لاستماعكم